ضمائر الملكية. يترهل ضمائر الملكية زي صفات الملكية? ينفع نستخدم الاتنين مكان بعض? طب ايه العلاقة بين الاتنين? صدقني الفيديو ده افريق معك كتير. تابعنا بعد الفصل. ضمائر الملكية. طبعا مبدايا كده ضمائر الملكية لا يأتي بعدها اسم. كنا قلنا قبل كده. في ان صفات الملكية يأتي او تأتي قبل الاسم المملوك. ازا بيجورها الاسم المملوك. لكن في ضمائر الملكية لا يأتي بعدها اسم. ازا طب ايه ضمائر الملكية ديت? وبنستخدمها في ايه? تستخدم ضمائر الملكية لتحل محل صفات الملكية والاسم المملوك. اه انا اشتريت قلم جديد. هذا هو القلم الخاص بي. هذا قلمي. يعني هنا اجبت ماي صفة ملكية. بعدها الاسم المملوك. طب لو انا عايز اجيب نفسي معنى الجملة بس باستخدام ضمير ملكية. هاول ايه تاني? المثال تاني. اي بوت انيو بن. اذا هنا بقول هذا القلم ملكي. كنت في صفات الملكية بقول هذا هو القلم الخاص به. لكن هنا في ضمائر الملكية بقول هذا القلم ملكي. طيب. اه ايه يا ضمائر الملكية? هيبقى عندنا الضمائر الملكية. طبعا هنقسم ضمائر الملكية تلات اقسام زي ما عملنا قبل كده في صفات الملكية. طبعا اللي هو ضمائر الملكية للمتكلم. دمائر الملكية للمخاطب ضمائر الملكية للغائب. نجي في اول القسم عندنا وهو ضمائر الملكية للمتكلم. هناجي عندنا اتنين. كلمة في المفرد طبعا. وكلمة في الجامة. طبعا الضمير الملكية مين وضمار الملكية اوارز. تقول دمائر الملكية للمتكلم. اه for example this is my book. this book is mine. نلاحصينا? في الجملة اولانية قلت this is my book. جبت my صفة ملكية. وبقى كده جبت الاسم المملوك. طيب لما جيت في جملة التانية ينفع اقول this book is my. لا خطأ طبعا. انما اقول this book is mine. هذا الكتاب ملكي. ازا لو نلاحص هنا كلمة ماين ضمير الملكية لم يأتي بعدها اسم. لكن كلمة ماي او ضمير او صفة الملكية ماي جي بعدها الاسم المملوك. وده شرط ضروري بين الاتنين. لو قدت مثال اخر this is our house. this house is ours. يبقى في الجملة الاولانية قلت this is our house. جبت هنا اور صفة الملكية. بعدها الاسم المملوك. لكن بعدك تقول this house is ours. جبت هنا ضمير ملكية في اخر الجملة ولا يأتي بعدها اسم. معنى الجملة هنا هذا المنزل ملكنا. طيب لو جينا للقسم التاني نمائر الملكية المخاطبة. هنجد عندنا يورز. ويورز هنا تنفع مفرد وتنفع جامل حسب سياق الجملة. for example this is your bag. هذه الحقيبة الخاصة بك. طيب لما عوز اجيب ضمير ملكية. this bag is yours. يبيني هون هذه الحقيبة ملككة او وهذه الحقيبة ملككي. از انا بكلم هنا على المذكرة والمؤنث. طيب لو بكلم بصغة يورز فصغة صغة جمع. هنجد هنا لو قلت مثال مسلا this is your house. هذا هو المنزل الخاص بكم. طيب لو جبت في ضمير الملكية this house is yours. this house is yours. يبيني انا قلت هذا المنزل ملككم. ننتقل للقسم التالت اللي هو ضمائر الملكية للغائب. لما اقول مسلا هنجد عندنا برضو بنقسمها قسمين. مفرد وجامع. هنجد في المفرد his hers. وفي الجامع طبعا theirs. لما اجي مع المفرد his. هنجد هنا for example this is his bike. هذه هي الدراجة الخاصة به. لما عوز استخدم هنا ضمير الملكية اقول الجملة ازاي? this bike is his. از ان هذه الدراجة ملكهو. از ان عندي كاف وهو في اخر الكلمة. طيب لو هقول مثلا لضمير الملكية الغائب hers. this is her dress. لما اجي استخدم ضمير ملكية هنجد هنا وليه? this is hers. انا جد هنا في الجملة الاولانية. her صفة ملكية. جاي بعدها. الاسم المملوك. عشان اشير الاتنين زي ما قلنا قبل كده. لان الامر ملكية قلنا بيساوي ايه? برافو. صفة الملكية والاسم المملوك. ازا ان تبقى this is hers. يبقى hers هنا. دي الضمير ملكية. جاي في نات الجملة. ولا يأتي بعده اسم. يبقى هذا الفستان ملكها. طيب لو جينا بقى بسيطة الجمع في ضمائر الغائب الغائب. هنجد عندنا there's. for example these are their cars. هذه السيارات الخاصة بهم. طبعا هنا جبت صفة ملكية there. وجبت بعدها لاسم المملوك. طب لو عايز استخدم ضمير ملكية بدل الاتنين. طبعا بدل صفة الملكية واسم المملوك. هقول ايه? these cars are theirs. هذه السيارات ملكهم. ازا انا استخدمت ضمير ملكية في اخر الجملة. طبعا دلوقتي معادنا مع ايه? برافو. طبعا كل ما ننطرب على كل قاعدة ابناخدها. طبعا القاعدة بتنسبت وتوصلني لمرحلة كويسة كده من فهم القاعدة دي. احنا قولنا قبل كده قبل كده ان القواعد بتعتمد على الفهم وليس الحفظ فقط. الاول سؤال عندنا. choose number one. the black and white cat is our hours. معنا طبعا خمس ثواني. you can post the video if you want to have more time. okay? that's right. hours. طبعا هنا القطة اللي لونها عبط في اسود. هادي هي القطة ملكنا. نيجي نومر two. this is my mobile phone. this is my mine. mine. اختار ايه? خمس ثواني. okay that's right. mine. برافو. طبعا لان هنا برضو ضمير ملكية. لم يأتي بعده اسم. اه هذا الموبايل ملكي. سؤال الثالث. نمبر ثري. these are our photographs. these are our 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 our. five seconds. طبعا هذه الصور ملكناة. هذه الصور الفوتوغرافية ملكناة. طبعا في اخر الفيديو ما انساش. اه نعمل لايك. اه وشير وسبسكرايب. اه نشارك في القناة طبعا. لان ده اه اكبر دعم القناة. اه طبعا ونهور رأينا في تعليق. اه ان شاء الله نسانكم اه الحلقة الجاية اه في دروس تعليمي اونلاين. كان معكم احمد العبد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.